بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من ولاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع سرسلتي التجارة ما بين الدين والتغيون العنوان ديال هذه الحلقة هذه صدق البائع وصدق المشاري صدق تتعتبر ثاني درجة بعد النبوة تقول سيد ربي في القرآن النبينا والصديقنا عتيجي والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا فلهذا الصدق أمر به الإسلام وتأمر للإسلام ولا يزال العبد يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وتقول لنا رسول صاحب الله في نفس الحديث عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال العبد يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا لهذا في الصدق شنوه؟ تقولوا في الناس بالدرجة صدق حبيب الله أنا بياع شرعي حيث نكون تنبيع واحد سلعة معينة هادي خصني إلا كان فيها شي عيب نبيينو للناس ما نخبيش ما نخزنوش لأن رصوص يخليك من غشنه فليس من نتيجة تبرم منه الرصوص ما شي من الأمة السيدة محمد صلى الله نبيينو والأجر عن صدر بي سبحانه وتعالى نبيينو فليهدي لك العيب نقول لي ودي تنبيع لك هذه ولكن فيها العيب الفلاني ما شي حتى يكتشفه هو ورا كيف الأحكام دي الشريعة الإسلامية الربد للعيبي إلا كان هاداك العيب بايد فليهذا احنا يا الشيط الشريعة مغيبناه ومشينا مع التديون وخلينا الدين ثم بالنسبة لي يا ينا للشري تخصلي نعرف هاداك الصيد إلا كان مفرسوش تمان ولا معارش وقال شي تمان لما شي هو ذاك نفقهو نقول له وديت شي تمان لذاك شي وش مفرسك أشوف سوق اراه السلعالات زادت وهنايا نختم بهذا المثال هادا ديال أبو حنيفة النعمان كانت يبيع توب من الأتواب ووجات عنده واحد دمرة الصرق ما بين الشري وما بين البائع قلت لي شحال داك الكوبول؟ شحال داك التفصيلة؟ قل لي قدوا قد قلت لي رخيصة؟ قلت لي رخيصة؟ قل لي لا عرفت لا بيش رخيصة ولكن كان عندي جي جيال تواب واحد ربحت فيه واحد الله يجعل باركة أقنعت ففهمت هي وش رعته شوف الصدق الصدق هذا الصدق هذا تنقول له علاش الباركة مشت من التجارة؟ علاش ولو عنا الدور ولو عنا كده والأموال وكده كده نسينا بأننا ما تنصدقوش فتيخص التاجير يكون صادق وتيخص يكون المشتري صادق وما نمشيوش التاجير يتكرفس على المشتري أو البائع يتكرفس على المشتري والمشتري يتكرفس على البائع وبالتالي ما تيبقاش إسلام هنا وإنما تيبقى شكون هو المطور وهذا المطور هذا لا علاقة مع الشريعة الإسلامية وإنما العلاقة مع الشريعة الإسلامية هي السماحة في البيع الشراء والسلام عليكم ورحمة الله